السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في فيديو النهاردة في عجالة عن العربية سكودا فابيا موديلات من سنة 2000 ل2007 هنتكلم عن مواصفات وتجهيزات وأبرز مساوئ وعيوب العربية دي العربية دي من إنتاج شركة سكودا أوتو تشيكيل أصبحت سنة 91 تابعة لمجموعة فولكسباجن الألمانية العريقة وهي أصغر منتجات شركة سكودا وأنتج منها عدة نسخ هاتشباك قصيرة وهاتشباك طويلة اللي احنا منسميها الكمبي وسيدان عادية تزاولت سكودا فابيا بعدة محركات منها 1200 سي سي 3 سلندر وال1400 سي سي 4 سلندر ونزلت بنواع الحركة مانيول 5 غيار وأوتوماتيك 4 غيار ولم تحتوي العربية دي على كثير من التقنيات أو التجهيزات إلا أنها اتصنعت بقطع عالية الجودة وكانت العربية دي نكحة بشكل عام وقتها هنتكلم عن نسخة 2007 التلاتة سلندر ودي تصنفها كانت هاتشباك متوسطة عدد ركابها 5 وضعية المحرك بتاحها أمامي عرضي سعة المحرك 1200 سي سي 12 صباب كانت العربية دي موفرة للوقود بشكل جيد الوقود بتاحها كانت بنزين بنظام الحقن الإلكتروني العربية شغالة بنظام الجر الأمامي المكابح الأمامية بتاعتها الفرامل كانت أقراس وقطرة عجلة العربية دي كانت 14 بوصة طول قاعدة العجلات اتنين متر ستة واربعين سانتي أما بالنسبة لأبعاد سكودا فابيا كان طولها تلاتة متر ستة وتسعين عرضها متر اربعة وستين ارتفاعها متر خمسة واربعين وزنها كان طن وخمسين كيلو جرام الوزنة طبعا قليل بالنسبة العربية وطبعا الوزن الخفيف بيتسبب ان العربية بتبقى مش سابتة على الملفات وفي السرعة العالية أما بالنسبة لساعة صندوق الأمتعة اللي هو الشنطة الخلفية كان متين وستين لتر وده برضو ساعة قليلة وساعة خزان الوقت بتاعها خمسة واربعين لتر زي ما قلنا لم تزود سكودا فابيا بكتير من التجهيزات والتقنيات الحديثة اللي كانت موجودة وقتها خصوصا في نسخة نائل الحركة المانوال لم تزود بوسائد هوائية ولا نظام من عن غلاق الفرامل للإي بي اس ولا مريات جانبية كهرباء كانت نزلة بمريات جانبية يدوي وحركة المقاعد يدوي الإزاز بس هو اللي كان كهرباء ونزلت من غير فتحة سقف وفرش المقاعد بتاعها كان قماشي نزلت سكودا فابيا بقفل مركزي للأبواب ومزيل ضباب للإزاز الخلفي بالإضافة لإزاز فمي وإمكانية تعديل لارتفاع الأضواء الأمامية بشكل كهربي وكان فيه ضوء فرامل تالت علوي والعربية نزلت بتكييف ودريكسيون هيدروليك من أبرز عيوب ومساوئ سكودا فابيا صندوق التروس صندوق التروس الأوتوماتيك في النسخة التلاتة سلندر بيحتاج للصيانة دائمة والموضوع ده كان متكرر وكان فيه شكاوى كتير العربية عزمها ضعيف بالنسبة للتلاتة سلندر أما النسخة الأعلى الأربعة سلندر اختفت منها المشكلة دي سكودا فابيا بشكل عام الكهرباء بتاعتها معقدة إلى حد ما بالإضافة لقلة الفنين المقتصين بيها على عكس شقيقتها اللي سبقتها سكودا فليش العربية في السحب بطيئة وعلى السرعات العالية غير سبتة وخاصة في الملفات في النهاية سكودا فابيا وخصوصا المزاودة من محرك للأربعة سلندر بتعد عربية جيدة وعملية قليلة الصيانة عربية مدينة بتتفوق على مسيلاتها الكورية في النقطة دي لكن قطع الغيار بتاعتها سعرها مرتفع ومش متوفرة بشكل كافي والصيانة بتاعتها كمان سعرها مرتفع العربية موفرة الوقود بشكل كبير وتصميمها الخارجي كلاسيكي أنيق لكن ارتفاعها وحجمها الصغير أفقدها السبات أثناء السير بسرعة عليه في نهاية الفيديو أتمنى كنت قدمت معلومة صغيرة مفيدة أشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة